عشر نساء لا يدخلنا الجنة تعرف عليهم رقم ثمانية سيفاجئك ولا أحد ينتبه له وضعنا لهذا اليوم على عشر نساء اللواتي يغدبنا الله سبحانه وتعالى ويغدبنا العشير يدخلنا الجنة ولا يجبنا ريحها إلا بالمسافة كذا كذا خليكم معنا ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وضع اللايك إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من مشتري يقصد الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة عشر نساء لا يدخل الجنة تعرف عليهم فمع انتشار الفساد وانحضار الأخلاق نبأنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الفساد سوف يستشري وينتشر وقال الله تعالى ظهر الفساد في البرن والبحر بما كسبت أيدي الناس عشر نساء لا يدخل الجنة ورقم ثمانية هو الذي سيفاجئكم أرجو أن لا تتركوا الفيديو حتى النهاية فاليوم نرى مناظر يغشعون لها البدن بسبب انحضار الأخلاق وهذا لا يتناسب مع ديننا الحنيف ولا مع أخلاقنا نحن المسلمون لكن مع حجمة الغرب الشنيعة بدأ الشباب يتخذوهم قدوة وقلدوهم في كثير من المحافل وقد حضر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء وقال فيهم في حديثه اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في الماري فرأيت أكثر أهلها النساء وفي هذا الموضوع نبين لكم أكثر الظنوب التي ترتكبها بعض النساء والبنات وهي ظنوب عظيمة ومن كانت تقوم بها ينبغي عليها أن تستغفر ربها وما نناقشه كله موثق بالأحاديث النبوية الشريفة أولا الوشم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعد الله الواشمات والمستوشمات المغيرات لخلق النا وهذا رواه البخاري الواشمة هي من تصنع الوشم وتنصبه على الأجساد والمستوشمة هي من تشتري الوشم لجسدها والمقصود بالوشم هو الوشم الذي يصنع بغرز الإبارة أما الثانية فهي النمص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعد الله النامصة والمنتصبة والمتنمصة النمص هو نتف الحاجبين عند النساء والنامصة هي من تقوم بهذه الصنعة والمتنمصة هي التي يتم نتف حاجبها تنتف حاجبها لا حول ولا قوة الله بالله التقلج قال رسوله صلى الله عليه وسلم لعد الله المتقلجات والمقصود بالتقلج هذا هو برد ما بين الأسنان الثانية المرأة المغضوب عليها هو رقم أربعة المرأة المغضوب عليها من زوجها نساء لا يدخل الجنة تعرف عليهم غضب الزوج من زوجته السبب في عدم قبول طلاقها حيث قال رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلا ولا يصعد لهم حسنات اليوم القيامة إلا سبحانه وتعالى يغفر لهم أولا السكران حتى يصحوا والمرأة الصاخط عليها زوجها والعبد الأبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه عشر لسائب لا يدخل الجنة اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله المرأة الخامسة وهي المتشبهات بالرجال وما أكثرهن هذه الأيام حيث أننا ربع نرى بعض الفتيات والنساء يقصن شعورهن ويقصن هذا تشبه بالرجال وكذلك بعضهن يلتدين ملابس تشبه ملابس لجال كالبراطين الضيقة والقمصان وقال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب الله المتشبهات من الرجال سادسا المتبرجة التبرج وما أكثره في زماننا هذا من فساد في الملابس وانتشار الموضة التي يعمل على إظهار مفات المرأة وقال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاليات مائلات مبيلات على رؤوسهن كأسنبة البخت المائلة والمقصود بكاسيات عاليات والمقصود بكاسيات عاليات أي أن ملابسهن تشف يعني يكون ملابسة خفيفة يعني ما يكون مفاتنا بنا وتخف وتظهر أجسادهن فعلى رؤوسهن كاسيبة البخت المقصود بها رباط رأسهن أشبه بصناب الجمل لكون صناب الجمل بيكون برفوع فكل منابس هيك وطال أن عصر ما شاء الله الله بصلى عن نبي أما السابعة وهي النائحة ومعنى النائحة هي التي تسك الوجه وتقطع ثيابها وتقطع ثيابها في المآتم وأيضا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تذهب للقبور وتنتحب هناك وقال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتم قتل قبل موتها بأيام تأتي يوم القيامة وعليها سلبال من قطران ودرع من جرب وكانت هناك عادة قديمة وكانت هناك عادة قديمة هي أنه في حالة وجود ميت قال أهل قال أهل قال أهل الدار فإن أهل الدار يستأجرون النساء الذين يقومن بالصراخ والنواحي على الميت وكانت هذه من العادات الجاهلية قديما اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي عظيم ما هذا الزباد المحلل لها قال رسوله صلى الله عليه وسلم لعاد الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجة فعلى المرأة هذه هي التي لم تم تطلقها ثلاث تلقاط فلا تحل لزوجها برلة أخرى فتقوم باستئجار الزوج وشخص تتزوجه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها القديم الواصلة وهي المرأة التي تقوم بعمل الباروكة أو ما يسمى بوصل الشعر ببعضه وذلك موثق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعاد الله الواصلة والمستوصلة أما رقم عشرة وهي زائرات الكبور والمقصود هنا بزيارة الكبور هنا النساء التي يترددن على الكبور يوميا يترددن على الكبور يوميا ويتخذن الأموات أولياء يتقربن لله بهم وقال فيهم رسول الله في حديثه الذي رواه بريرا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زواراتي القبور اللهم بصلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم لا تجعلنا من المتشبهين بالنساء بالنساء ولا تجعل النساء متشبهة بالرجال فهذا كله مخالف بالدين الله صلى الله عليه وسلم في الدين الله عز وجل وسنة رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام فقد خلق الله سبحانه وتعالى المرأة كما هي في واجباتها في جسدها في كل ما يتعلق بمكنونتها كإمرأة أنثى لا تغير من شكلها ولا تغير من جسدها ولا حتى تغير من خلال كلامها لا تتشبه الرجال حتى أصلا من كلامها وأيضا الرجال كذلك الأمر وأيضا أنا تحدثت سابقا في موضوع الرجال المتشبهون بالنساء ونرى كثيرا على السوشال ميديا كثير من الرجال يتشبهون بالنساء اللهم يا رب ارحمنا برحمتك واخفر لنا واتب علينا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإن شاء الله رب العالمين سأكون معكم في فيديوهات أخرى مفيدة إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالكناة كان معكم أخوكم العلام عبازين قبل أن أنهي هذا الفيديو أقول لكم إذا أردتم أن أعمل فيديوهات أخرى اكتبوا لي في الكومنتات ما هي المواضيع التي تريدونها وأنا بإذن الله تعالى سأكون على تب الإزدادات معكم دائماً وأبداً أستوضعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا ترجمة نانسي قنقر